التعبير الإبداعي طريقك للتواصل مع نوحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحبكم يا أصدقاء في سسنة الحلقات الخاصة بشهر رمضان المبارك ولكن سنخصصها لنتحدث عن بعض المواضيع الروحية المهمة في وجهة نظري لأنني لم أصادف الكثير من هذا النوع من المحتوى باللغة العربية ولأن شهر رمضان المبارك هو أنسب وقت لكي نتصل بذواتنا ونفح قدراتنا ونصل لرسالتنا التي خلقنا الله من أجلها كي نسمح ربانيين سنتكلم اليوم على الطرق المختلفة التي يستخدمها الأشخاص للتعبير عن روحانياتهم وما يسمى التعبير الإبداعي أو الكرياتيب إكسبريشن ففي الحقيقة يمكن التعبير عن الروحانيات بعض الطرق تتراوح من الممارسات الدينية إلى المعتقدات والخبرات الشخصية وفيما يلي بعض الأشكال الشائعة للتعبير عن الإبداع الروحي أولا الممارسات الدينية حيث يعبر الكثير من الناس عن روحانياتهم من خلال العبادات المنتظمة مثل حضور الفعاليات المختلفة في دور العبادة والصلاة والصوم والمشاركة في الاحتفالات الدينية هذه الممارسات يمكن أن تقوي إتصال الفرد مع ربه كما أنها تغذي شعور الانتمال للمجتمع ثانيا التأمل وتوسيع المدارك كانت ممارس هذا التأمل وتوسيع المدارك تستخدم منذ آلاف السنين لتنمية الوعي الروحي وتحقيق السلام الداخلي وتتضمن هذه الممارسات تركيز العقل على اللحظة الحالية وأن يصبح الممارس أكثر وعي بأفكاره وعواطفه وأحاسسه الجسدية ثالثا التعبير الإبداعي بالنسبة لبعض الناس يمكن التعبير على الروحانية من خلال الأنشطة الإبداعية مثل الموسيقى أو الرقص أو الفن أو الكتابة هذه الصور من التعبير الإبداعي يمكن أن تساعد الأفراد على التواصل مع أفوسهم والتعبير عن أعمق أفكارهم ومشاعرهم رابعا الطبيعة والبيئة المحيطة بالنسبة لكفي من الناس ترتبط الروحاني ارتباطا وثيقا مع علاقتهم بالطبيعة والبيئة المحيطة ويمكن أن يكون قضاء الوقت في الطبيعة الطلقة مثل الغابات أو الجبال أو المحيطات وسينة فعالة لتحقيق التواصل الروحي مع مساعدتهم على الإنهام وفهم التراقضات الحياة واكتشاف المغزى من الوجود خامسا خدمة الآخرين يمكن أن تكون خدمة الآخرين شكلا من أشكال التعبير الروحي لدى كثير من الناس فيمكن لأعمال اللطف والكرم مع الغير أن تساعد الأفراد على تنمية مشاعر الروا والإشباع الذاتي كما يمكنها أيضا أن تعزز مشاعر التعاطف مع الذات والآخرين سادسا محاسبة النفس والاستبطان يمكن أن يشهل التعبير الروحي أيضا عمليات التفكير العميط والاستبطان الشخصي والذي يتمثل في كتابة اليوميات ورفع الوعي الذاتي وأعمال الظل كما تناولناها في حلقة سابقة ويمكن أن تساعد هذه الممارسات الأفراد على التواصل مع الذات الداخلية وتكوين نظر أعماق عن أفكارهم وشاعرهم ودوافعهم سابعا الدراسة والتأمل وتعد هي طريقة أخرى للتعبير عن الروحانية وذلك من خلال دراسة النصوص الروحية والكتب المقدسة والتدبر فيها والتأمل في تعاليمها كما يمكن أن يشهل ذلك أيضا الغراءة ودراسة النصوص المتعلقة بالتقاليد الدينية الذي يتبعه الشخص نفسه بالإضافة إلى تحريك حص الفضول استكشاف التعاليم المتعلقة بالديانات والطرق الروحية الأخرى ويؤدي هذا لاحقا إلى التأمل والتفكير بعض في المعاني الأميقة لهذه التعاليم وتطبيق ما يستحق منها على أرض الواقع لإثراء حياة الشخص ثامنا اليوغا والممارسات الجسدية الأخرى تعد الممارسات الجسدية مثل اليوغا والتاي تي والكي جونغ كلها أيضا أشكالا للتعبير الروحي وتتضمن ثلث الممارسات حركات وأوضاع جسدية غالبا ما تكون مصحوة بالتفكيز على عملية التنفس والتأمل ومصممة لتعزيز الرفاع الجسدي والروحي تاسعا الصلاة وغضع النية تعتبر الصلاة وغضع النية أدوات محورية للتعبير عن الروحانية وتتضمن الصلاة التواصل مع الرب وخالق الكون واستمدال الطاقة والإنهام منه ويمكن أن تتفذ عدة أشكال مما في ذلك الاتصال بالخالق عن طريق الصلاة الشخصية تلاوة المقاطع والنصوص الدينية والدعاء والتبتل وإشارة إلى وضع النية فيتضمن بالك تحديد النواية الإيجابية للذات وللأخرين ويمكن استخدام النواية لتنمية الطاقة الإيجابية والإبداع واحداث التغيير الإيجابي في العالم عاشراً خدمة المجتمع والنشاط الاجتماعي يمكن أن يعتبر الانخراط بفدمة المجتمع وكون الشخص نشط اجتماعياً أيضاً شكلاً من أشكال التعبير الروحي فمن خلال العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الأقنيات المهمشة والقضايا الأخلاقية يمكن للأفراد تسيط قيمهم الذاتية وترجمة معتقداتهم الروحية على أرض الواقع وأخيراً الصمت والعزلة يمكن أن يكون الصمت والعزلة طلقاً قوية وتحولية للتعبير عن الروحانيات فبقضاء الشخص بعضاً من الخلوة الذاتية أو الوقت كي يتفرد بأفكاره وعواطفه يمكن تحقيق تواصل أفضل مع الذات الداخلية وخلق شعور أهمق بالوعي الروحي كما يمكن أيضاً استخدام الصمت كأدالة التأمل والتدبر ويمكن أن تكون وسيلة قوية لخنط مشاعر السلام والطمأنين الداخلية أتمنى أن تكون الحدقة قد فادتكم وحادث على إعجابكم ورجاء لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة ولو عندكم أي أسئلة أخرى عن هذا الموضوع فيرجو بضعها في التعليقات كما يمكنك بالتواصل معي من خلال حساباتي على منصات التواصل الاجتماعي اللي بتحصل منك صدوق الوصف الخاص بهذا الفيديو أو زيارة موفعي www.mulahabc.com أشكركم على حسن المتابعة وأراكم في الفيديوهات القادمة بإذن الله حتى ذلك الحين في أمان الله